بعد نفتكرنا مع بعض بسرعة كده قواعد الاشتقاق اللي خدناها في سنة ثانية سنوية وكمان اللي خدناها في ثلثة سنة وتعال نشوف بعض الأمثلة السريعة على الجزء ده يقول لي هنا في مثال إذا كانت صاد تساوي الزطة خمسة سين فإن دالصاد دالسين زائد خمسة صاد تربية بتساوي نقط وعطينا اختيارات هل خمسة ولا سالب خمسة صاد ولا خمسة صاد ولا سالب خمسة تعالوا ناشتقى عشان نجيب دالصاد دالسين اللي هو بيقول عليه وبعدين اجمعها على خمسة صاد تربية خدوا بالكم ان الصاد هي زطة خمسة سين بيقول لي بما ان صاد تساوي الزطة خمسة سين المشتقة طالما فهتها بإشارة سالب يبقى سالب قطة تربية واتب نفس الزاوية اللي هي خمسة سين وبعدين مشتقة الزاوية اللي هي بسالب خمسة يبقى الصاد بتساوي الزطة خمسة سين مشتقتها سالب قطة تربية واتب نفس الزاوية اللي هي خمسة سين في مشتقة الزاوية اللي هي بخمسة كينا احنا جبنا دي لصاد دل سين عايز بقى أجمعها على 5 صات تربيع خدوا بقى لكم الصاد هي زطى 5 سين لو جينا نشوف اللي هو عايزه يبقى دال صد دل سين زائد 5 صات تربيع هنعوض عن دال صاد دل سين اللي انا جبتها بسالب 5 قطى تربيع 5 سين وبعدين زائد 5 زطى تربيع 5 سين طيب ما تجي ناخد سالب 5 عامل مشترك تقولي ليه أخدت سالب 5 ليه ما قلتش 5 بس اشمعنا سالب خمسة علشان انا عندي قانون في حساب المسلسات بيقول لي ان قطى تربيع ناقص زطى تربيع بواحد قطى تربيع ناقص زطى تربيع بواحد وبالتالي لما ناخد سالب خمسة عامل مشترك برا اللي كان سالب هيبقى موجب قطى تربيع خمسة سين واللي كان موجب هيبقى سالب زطى تربيع خمسة سين طبعا انا خلاص اخدنا الخمسة دي برا عامل ايه مشترك وبالتالي يبقى سالب 5 وهوف تحقوص بقى لقطة تربية 50 مقزة تربية 50 قطة تربية مقزة تربية احنا عارفين انها بواحد واحد اما يضرف في سالب 5 هيدينا سالب 5 وبالتالي الاختيار بتاعنا هو الاختيار دا دي مسألة تطبيق مباشر مشتقة اولى اشتقيت الزطة 50 على لها سالب قطة تربية 50 في مشتقة الزاوية بخمسة وبعدين عواطف العلاقة اللي هو عايزها طبعا احنا عندنا القانون اللي احنا قلنا عليه واحد زائد زا تربية بساوقات تربية واحد زائد زا تربية بساوقات تربية